السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف السادس الدرس الأول من مادة العلوم التكاثر بالبذور سأكون بنهاية هذا الدرس قادرا على أن أوضح أن التكاثر بالبذور من الطرائق الطبيعية لتكاثر معظم النباتات أتتبع مراحل نمو البذرة أوضح أن البذور تختلف في أنواعها تتكاثر الكثير من النباتات بصورة طبيعية دون تدخل الإنسان والتكاثر بالبذور أحد الطرائق الطبيعية في تكاثر النباتات ما أجزاء البذرة؟ تعلمت سابقا أن الزهرة عضو التكاثر في النباتات تحتوي على أعضاء التذكير والتأنيث وعن طريقهما تحدث عملية الأخصاب التي تؤدي إلى تكوين الثمار وبداخلها البذور ها هي الثمار وبداخلها البذور والبذرة هي بويضة مخصبة تكونت بمبيض الزهرة وقد تحتوي الثمار على بذرة واحدة مثل التمر والخوخ أو قد تحتوي على عدد كبير من البذور مثل البطيخ والطماطم نشاهد في هذه الصورة بعض الثمار تحتوي على بذرة واحدة الآن سنتعرف على أجزاء البذرة تتكون البذرة من الأجزاء الآتية أولا غلاف البذرة أي الجزء الخارجي الذي يحيط بالبذرة ويوبر لها الحماية ثانيا الفلق الجزء الأكبر من البذرة قد تكون البذور ذات فلقة واحدة مثل الذرة أو ذات فلقتين مثل الفاصول ياء ها هي الفلقة ثالثا الجنين يحتوي الجنين على الأعضاء الأساسية نفسها التي يتكون منها النبات البالغ ولكن بحجم مصغرا جدا فهو يتكون من الجذير الذي ينمو فيما بعد ليكون الجذر والرويشة التي تنمو فيما بعد لتكون الساق أي أن الجنين يحتوي على الجذر والرويشة السويداء الجزء الرابع من البذرة وهي الغذاء المخزون داخل البذرة الذي يتغذى عليه الجنين ها هي السويداء هذا الرسم يوضح أجزاء البذرة تتكون من غلاف البذرة الفلقة الجنين السويداء كيف تكون البذرة نباتا جديدا تعلمت من النشاط السابق بأن البذرة تحتوي على جنين تعرفنا عن طريق ذكر أجزاء البذرة أن البذرة تحتوي على جنين ويحتوي هذا الجنين على أجزاء النبات البالغ التي ستنمو لتكون نباتا جديدا وتسمى المراحل التي تمر بها البذرة أثناء نموها الإنبات إذن ما هو الإنبات هو المراحل التي تمر بها البذرة أثناء نموها تحتوي البذرة على مخزون غذائي يوفر الطاقة اللازمة للنمو تنمو البذور إذا ما توفرت لها العوامل الأساسية للنمو وهي التربة الملائمة والماء الكافي والعناصر الغذائية إذن ما هي العوامل الأساسية للنمو هي أولا التربة الملائمة والماء الكافي والعناصر الغذائية تنفتح البذرة عند حصولها على الماء ويبدأ الجنين بالنمو وتكبر أجزائه أجزاء الجنين هي الجذير والرويشة شيئا فشيئا تكبر أجزائه شيئا فشيئا حتى تمتد داخل التربة وفوقها وفي أثناء عملية النمو هذه تتغذى البذور على المادة الغذائية التي تغزن داخلها العناصر المغذية الموجودة بصورة طبيعية في التربة وتختلف البذور في سرعة نموها فمنها ما ينمو خلال مدة قصيرة من الزمن مثل الفاصولية ومنها ما يحتاج إلى مدة طويلة من الزمن قد تمتد لأشهر مثل القمح والذرة نشاهد بهذه الصورة مراحل نمو البذرة تعرفنا الآن على أجزاء البذرة والعوامل المساعدة على نموها وطريقة نموها وإنباتها سنتعرف الآن على طرائق انتشار البذور يعطي معظم النباتات عددا كبيرا من البذور ومن أجل أن تجد هذه البذور مكانا ملائما لنموها تلجأ النباتات إلى طرائق مختلفة لتنشر بذورها ومن هذه الطرائق هنا لدينا طرائق انتشار البذور أولا الهواء ينتشر قسم من البذور بواسطة الهواء وتتكيف هذه البذور حتى يتمكن الهواء من حملها فتكون خفيفة الوزن حتى ان قسما منها يحتوي على تراكيب تشبه الأجنحة أي ان شكلها يساعدها على الطيران في الهواء والانتقال إلى مكان ملائم للموها ثانيا الماء تستعين بعض النباتات بالماء لنشر بذورها مثل الأشجار التي تعيش على ضفاف الأنهار والبحيرات فحين تجف ثمار هذه الأشجار تسقط في الماء ويحملها مجرى الماء إلى أماكن أخرى وأثناء انتقالها في الماء تتفتت هذه الثمار وتضفو بذورها على سطح الماء يساعدها بذلك وزنها الخفيف وشكلها الذي يكون عريضا تنغرس هذه البذور على ضفاف النهر أو البحيرة وتنمو لتكون نباتا جديدا إذن الطريقة الثانية لانتشار البذور هي الماء الطريقة الثالثة لانتشار البذور هي الحيوانات تنقل الحيوانات في أثناء حركتها البذور إلى أماكن أخرى وقد تكون هذه البذور ذات تركيب شوكي يساعدها على الالتساق بجسم الحيوان كما ويتدقى للإنسان بانتشار البذور وهذا ما يسمى الانتشار الآلي حيث يقوم الإنسان بنقل البذور من مكان إلى آخر لغرص زراعتها وتكثيرها ترجمة نانسي قنقر